وللمزيد تنضم إلينا عبر الهاتف دكتورة وفاء علي أستاذ الاقتصاد والطاقة برحب بحضرتك دكتور وفاء ولازلنا في معرض الحديث عن إنجازات الزولة في ملف الطاقة خلال العشر سنوات منذ ثورة يوليو كيف تنظرين إليها؟ في البداية فاندم أهلاً وسهلاً بحضرتك أستاذة دارين وبالسادة المشاهدين وكل عام ومصر المحروسة بألف خير حضرتك طيبة وبخير تفضل الحقيقة إن الغاز بالذات رسم خريطة جديدة للشرق الأوسط وللمنطقة بأسرها فالدولة المصرية ما زالت تحقق نجاحتها وتواصل إدارة هذا الملف بمنتهى الرشادة ومنتهى الاتقان وهو من أهم الملفات للاستغلال الثروة الأمثل لمصر ألا وهي ثرواتها من الغاز الطبيعي الحقيقة مصر وضعت النهج التكتيكي الصحيح لهذا الملف وفازت بالسباق فلا نمو ولا تطور ولا استراتيجية ولا حداثة بدون طاقة الحقيقة لنا أن نقول وبكل فخر وبأعلى صوت هنا القاهرة عاصمة الطاقة ويمكن لو نستعرضنا مع حضرتك أهم فواصل أو عوامل تطور ملف الغاز وتفوقنا في الريادي الحياة الدولة المصرية وضعت استراتيجية تعتمد على تأمين إمدادات الطاقة إدارة الطلب وتنويع مصادره والأمر الثالث ضمان الاستدامة وعندما نتحدث عن ضمان الاستدامة يجب أن نتذكر مشكلة العالم اليوم على خلفية هذه الحرب الهاجينة بسبب ملف الطاقة وضمان الاستدامة لقد أدرقت مصر مبكرا وقيادتها السياسية أن الطاقة مسألة أمن قومي أي حياة أو موت أو بمعنى أصحي الزراع الأيمن للتنمية المستدامة وضعت الدولة المصرية في اعتبارها منذ حققت الاكتفاء الزاتي 2018 ونصب عيونها أن تكون مركزا دوليا وإقليميا للغاز الطبيعي وأن لدينا كل العوامل المربحة والتي تفوقنا فيها في هذا الملف فيشهد علينا معاملنا للإسالة الرابطة على شاطئ المتوسط شامخة بتحدث العالم عن قوة مصر في هذا المجال الأمر الثاني أن مصر الحقيقة وضعت استراتيجية هامة جدا تعتمد على زيادة قدرتنا في التسهيل زيادة الكميات المكتشفة فتحنا أفاق جديدة عن طريق منصة مصر التكنولوجية اللي بدأنا بيها نستقبل المزايدات العالمية للبحث والاستكشاف وتوسيع مناطق البحث والاستكشاف بدأنا أيضا في زيادة الاستثمارات في هذا القطاع وهذا القطاع الحقيقة تم مدخص استثمارات فيه كبيرة منذ 2014 حتى الآن الأمر الثاني هناك حصن إدارة لهذا الملف سواء على المستوى المحلي أو على المستوى العالمي الأمر الثالث أن احنا اشتغلنا على مبادئ يمكن نادى بيها مجلس الطاقة العالمي منذ عشرين عاما ولم تلتزم دولة غير مصر بهذه المبادئ وهو مبدأ الاحتفاظ أي تنويع مصادر الطاقة ومبدأ الاستحواز وهو زيادة الحقول وتنميتها وحصن إدارتها والمبدأ الثالث وهو الميزة التكنولوجية الأولى وكل التأرير الدولية التي صدعت سواء عن فتش أو عن مكالة الدولية للطاقة قالت أن مصر تستطيع ولديها كل الميزات التفاضلية والتمتينية للإنتاج في كل مراحل سلاسل القيمة المضافة ساعة مصر إلى ترسيم حدودها سواء مع قبرص والونان أو مع السعودية وغيرها لتتمكن من تأكيد الاحتياطيات الموجودة بالبحر المتوسط أو بالبحر الأحمر ويمكن لو تكلمنا عن مكمل من مكامل النجاح وهو حقل زهر الذي تحدث عنه السيد الرئيس وقال لو لا حقل زهر لعاشت مصر إلى الآن في الظلام الآن بنتكلم عن دولة كانت تعيش في ظروف صعبة جدا وتحاول أن تدبر نفقاتها لاستراض الغاز إلى دولة مصدرة بل وتضيء المنطقة بأسرها منطقة الشرق الأوسط بأسرها لأننا الحياة فتحنا أفاق جديدة من بلف الغاز الطبيعي هذه الأفاق يا أستاذ الدرين مكنت صانع القرار من أمرين مكنته أن يضع سيناريوهات كثيرة جدا السيناريو الأول وهو تأمين الجبهة الداخلية وتأمين الاحتياجات التي تحتاجها المشروعات القومية داخل البلاد أو الصناعة وأيضا التنمية المستدامة المتحدة نعم الاكتفاء الذاتي المحلي إلى جانب أيضا النجاح في الاعتلاء بهذا والوصول إلى مرحلة التصدير الخارجي هذا ما أخبرتنا به الدكتورة وفاء علي أستاذ الاقتصاد والطاقة أشكر حضرتك شكرا جزيلا وبعتبر لي ضيق الوقت